هل تجنب الديمقراطيون ما أطلق عليها موجة حمراء روج لها كثيرا في ساعات الفرزة الأولى؟ التوقعات قبل الانتخابات الثلاث الماضي كانت بتقول كالآتي أن الحزب الجمهوري سيحصل على الأغلبية في مجلس النواب هذا تحقق لكن لم تكن هناك توقعات بحصول الجمهوريين على أغلبية في مجلس الشيوخ فبالتالي لم تكن هناك تنبؤات باكتساح أحمر أو اكتساح للحزب الجمهوري بالإضافة لم يكن هناك أيضا توقعات بنجاح ديمقراطي الديمقراطيين عندهم أغلبية في مجلس الشيوخ بعض المرشحين الجمهوريين لم يكن لديهم أي فرصة وبالذات في أريزونا هذا المرشح يقول أمور مخالفة للتاريخ مخالفة لقواعد التعاملات الاقتصادية السليمة دخل في مشاكل كثيرة مع شركات أفلست فكان متوقع هزمته فلا أعتقد أن هناك تنبؤات كانت بموجة حمراء ولم تكن هناك أيضا توقعات بصمود ديمقراطي المشهد مازال متوازن